مرحبا بكم في الموسم الثاني من سلسلة صوتها Her Voice من Mastercard والتي توفر منصة للنساء الملهمات لخلق المزيد من الأثر والإلهام العابر للحدود بصوتهن وقصصهن الملهمة التي تستحق أن تروى ربما أفضل وصف لضيفة اليوم هو أنها تقود حياتها بإيقاع سريع وبخطوات ثابتة وأهداف واضحة أسيل حمد مهندسة التصميم الداخلي رائدة الأعمال أول سائقة Formula One سعودية وعربية عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية وممثلة المملكة في اللجنة النسائية الرياضية للسيارات في الاتحاد الدولي للسيارات أهلا بك أسيل سعيدا أنك معنا اليوم شكرا كثير على هذه الاستضافة سعيدة أكون معاك وشكرا لماستر كارد على هذه المبادرة أتذكر في حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2022 بنسختها الأولى كان وقتها عندي التعليق الصوتي باللغة الإنجليزية وما أنسى اللحظة اللي أنت دخلت فيها في حفل الافتتاح حاملة راية المملكة وأنا وقتها قرأت اسمك ومن ذلك اليوم وأنا حابة أني ألتقي فيكي فأنا كذلك سعيدة جدا أنا مبسوط أني اتحرفت عليكي وكان شرف كبير لي هذاك اليوم أني أكون جزء من أن نشير العلم صراحة كان شرف كبير والحمد لله كان جدا يعني فخورة في هذه اللحظة تستاهليها شكرا كثير أسيل من المقدمة رائدة أعمال عاشقة لعالم السيارات الرياضة التصميم الهندسة أي مجال هو أقرب لأسيل الصراحة حلو سؤالك لأن جوابي واضح أي مجال أكيد اللي هي مهنتي أنا اللي هي أشتغلها كل يوم مهنتي هي التصميم الداخلي جميل ولو أقول لك فرح صدقي يعني أنا من طول عمري من أنا صغيرة كنت طول عمري أعارفني أنا أبقى أكون مهندسة ذكرت الحين قصة أنا صغيرة كنت في مكان عام وشفت شخص كان كبير في السن وكان يبغى يعني يتكلم معي ولطفاً منه قال لي تفضل يا دكتورة طبعاً أنا صغيرة يعني خمسة سبعة سنين إيش ردت فعلي؟ قلت له لا أنا مو دكتورة أنا مهندسة بالنسبة لي يعني لما أدي أفكر في الموضوع هذا الدليل أنا كنت عارفة يعني أنا أحب أكون مهندسة معنا إحنا وصغار كلنا لذكري كلنا نقول طموحنا أنا أبغى أكون دكتورة أو الأولاد طموحي يبغى أكون طيار سمعي يعني مين يحصلوا يكون دكتور بس سبحان الله كنت عارفة أني أبغى أكون مهندسة وأذكر كمان لما كنت أقضي إجازات مع الأهل أذكر يعني إحنا بالبحر كيف أعمل أشتغل في الرمل وأسوي المجسمات وكنت أشتغل على مجسم وجاني الوالد الله يرحمه قال لي أسيل إيش هذا؟ قلت له هذا بيت وشوف هنا المدخل وهنا الصالة وهنا الغرفة يعني الحين لما قاعد أتذكر أنا كنت قاعدة أسوي كأنا فلور بلان مخطط ومن جدران زي ما أنت تشتغلي الآن زي ما أنا حين شغلي الحين وكنت يعني هذا الشيء زي الليغو عرفتي كيف طول عمري أحب الليغو فعقليتي ترجع أحب فكرة الهندسة وأنك أنت يعني تصممين شيء وتبنينه وطول عمري كنت أحب الرسم يعني كنت من أنا صغيرة من عمر مبكرة أنا أشوف الوالدة وهي تشتغل على الأعمال الفنية فكان يبهرني هذا الشيء وهي كمان في دورها طبعاً كان لها دور مرة كبير كانت دايماً تسجلني في دورات بعد المدرسة مثلاً كده تلاحين الأكتيفتيز يا أرتين كرافت يا رسم أفتر سكول يا أما نعمل مثلاً فوتوغرفي أو سبورت تنس يعني كنا دايماً سكجلل حقنا دايماً مليان بعد المدرسة فنمت فيني هذا الموهبة باوست مرة أحب الرسم يعني تمكنت فيه يعني إلى الآن فأنتي كمان رسامة إي الوالدة إلى الآن يعني مبروزت لنا لو إحنا من عمر الخمسة سنين وإحنا نرسم وصراحة يعني أعتقد يعني حبي للفن وكمان كانت مادتي المفضلة في المدرسة الرياضيات كنت أحب الرياضيات والأرقام والدقة للأرقام وكنت أحب لما نرجينا نرسم مخاططات واللي هي الأشكال الهندسية والزوايا تذكر هذه الأيام فهذا الأشياء كان مرة يعني كانت مادتي المفضلة الرياضيات فأول ما تخرجت يعني أنه أشي شي يجمع بين ساينس وآرت إلا الهندسة وكذا كان أنا هذا الطموحي فلما تخرجت من المدرسة كنت متخرجة مدارس نرسك من الأوائل على الدفعة جتني دعوة من جامعة الأمير السلطان كانت أوه مفاتحيني هذيك السنين قلوا لي تفضلي نبغى يعني نعطيكي منحة من الجامعة بما أنك متفوقة سعودية كنت سئيني فكان بالنسبة لي يعني كانت شريف من الجامعة أنهم دعوني ذاك الوقت الجامعة كان جديدة بس كان في قسمين قسم الكمبيوتر ساينس الـ IT وقسم الترجمة الإنجليزي أنا علمي فدرست كمبيوتر ساينس بس أنا الطموحي هندسة فسمعنا من المعيدة وقتها قالت إحنا نفكر نفتح الهندسة التصميم داخلي طبعا هي قالت لنا وإلا ما قالت لنا سونا نعمل خطابات كلنا المتحدة تفتحوا صراحة والله يعني أخذوا باعتبارنا طلبنا واستعجلوا وفتحوا القسم استحدثوا يعني قسم جديد وكأن القسم استحدث لكي شكرا مو بس أنا والله كنا دفعة كبيرة من البنات كثير أكيد في بعض زميلاتي اليوم هم في سوق موجودين كمهندسات رائدات كلنا الحمد لله يا رب عندنا كان يعني الإرادة والشغف بس كنا ننتظر من الجامعة أنها يعني تفتح أبوابها أول مفتح والله ما فكرنا كم سنة درسنا في computer science يلا حولنا والحمد لله يا رب تخرجت سنة 2009 وكنت من المتفوقاتين كم مشروعي؟ المشروع الأول على دفعتي الحمد لله طبعا سؤالك سألتيني كيف فتحت i degree design اللي هو مكتبي الخاص إيه هذا الآن فالحين i degree أصلا هو اسم مشروع تخرجي سنة 2009 بالضبط أنت تخرجت في 2009 وفتحت بالثاني أسبوع جاني أول client اللي هو كان أول شيء أول client كان عن طريق الأهل فقلت يلا أتسل فيه إليم ما حلقالي وظيفة ما كتعارفة أنه سيسر أنه هذا الكرير فرحت أخدت المشروع وما كان عندي وقتها أنا فريلانسر ما عندي logo ما عندي identity فقلت يلا أستخدم logo حق مشروع تخرجي مؤقتا إليم ما أعرف إيش ماي كرير وإنتي بتصممي مشروع التخرج كنت بتفكري أنه هذا حيكون هو مكتبك هو برانديك كم مشروع التخرج كان residential project بس كان هو في لعب بالنظر perception لقد درست كثير زوايا النظر قلت لك أحب رياضيات درست كثير علم النظر وحاولت أطبقه على مشروع الانتيرير كمخططات وزوايا وجدران وكيف نلعب بالدزاين ألمنت أنه نلعب في النظر الأشخاص بس هو كم مشروع تخرج ما كانت مناظرة ناظرة الموضوع أن هذا brand identity حق مكتبي لا فكان quick solution أني يا الله عندي client خلينا أستخدم logo عشان يكون presentation حقه حلو سبحان الله بعدها جاني ثاني client كان recommended من الجامعة يعني راحت هذه حتى اليوم صارت صديقتي نورة من حثين راحت للجامعة وقالت لهم ماذا بغاكم تقترحون لي أسماء خريجات الحين من الجامعة عشان يمسكون بيتي هي راح تبادرت وحكت الجامعة طبعا هذه حبا ولاء من الجامعة ودعم منهم لنا راحوا اقترحوا اسمي قالوا هذه كانت من الأوائل راح تكلمتني as a client وأول شي بدت معاها يعني هي وحتى أزوجها يعني كان وقتها زوجها سابق كان محامي عامر اليوم إلى اليوم هو المحامي حقي سبحان الله أنا حكيتهم على أساس التقيت والسبب سارت هي صاحبت أكبر من إنكم بس تشتغلوا مع بعض وتصممينها بيتها يعني كانت صدق فيلانسر يعني هذا كل وقت ترى ما كنا كان فيه اسم كم اسم موجودين في السوق السوق كان فعلا فعلا يحتاج متعطش لوجود مهندسات في السوق التجاري وأكبر دليل أنه جاني ضغط شغل في الفترة الأولى لدرجة ما عطاني مجال أني أنتظر وأأسس عمل بزنس بلان ولا أأسس لقيت نفسي لقيت نفسي المشاريع ورث ثاني ما شاء الله فضل من الله والحمد لله وشكره من الله وسارت مشاريع وراء بعض لقيت نفسي أوكي وظفت له للناس بنيت التيم سارة اسمنا من غير ما نعرف والحمد لله يعني اليوم أقدر أقول لك سارة عمرنا 14 سنة وفخر أن عندي تيم رائع تيم متكامل من أفضل المهندسين والحمد لله بفضل من الله السنة الماضية فزنا بجائزة دولية من كجائزة لأفضل تصميم مطعم في العالم العربي وهذا بالنسبة لي جداً فخر وإن شاء الله بإذن الله هذه مو بس هذه فقط البداية إن شاء الله لنا وإن شاء الله بالقادم أجمل بس سألتيني سؤال ثاني بالنسبة إيش الأقرب أنا ما أقدر أحكي عن تصميم داخلي وما أحكي عنه تردتي ممكن يكون فيه قواسم مشتركة ما بين كل المجالات هذه بالضبط يعني شكراً لك ذكرتي هذا الشي بالضبط أنا أول بدايتي يعني كيف بديت في حبي للسيارات هي بديت في حبي وإعجابي في السيارات الرياضية كتصميم حلو فكنت أنا أنظر لها بنظرة يعني كيف مصممة إيوه كيف السيارة متصممة ديناميكس طبعاً تتذكر ما أعرف إذا إحنا كيف كنا نشوف بالأفلام مثلاً الفراري الحمر الكشف صحيح يعني يعني حتى إحنا نحن كنا نشوف بس لأنه أنت مهتمة فاللي بتشوفيه بتفاصيل والدقة أكبر فهمتي بالضبط فأنا كنت أركز أكثر على تصميم إنسيابية السيارة بعدين علفت أنا فيه شيء اسمه هندسة ميكانيكة السيارات اللي هي متخصصين في إنسيابية السيارة يعني أنت تفكر فيها كل فتحة وكل ميلي وكل أنحنا مو عبث هذه مو عبث هذه يعني كلها فيزيكس عشان تساعد بأداء السيارة كسرعتها وكم ثانية أسرع طبعا أنا بديت في هذا المجال بعدين بديت إيش إيش يستهويني صوت مثلا محركات السيارات أوكي أسير والسرعة هنا بديت الآن صوت هذا طمت الإزعاج الكثير بالعرض تعجبني أنا أشوفها في الشوارع ولا في الأفلام وكنت دائما وأبغى أفهم الفرق يعني إيش هذا البراند يعني إيش هذا البراند يعني أفهم أنواع السيارات وإيش موديل هذا ومتها يعني عرفتي اللي دخلت في عالم جديد وبنفس الوقت كنت دائما أنظر لهم وأقول أنا إن شاء الله إذا كبرت راح أشتري سيارتي الرياضية وحسوقها يعني كنت هذا دائما طموحي حتى درجة لما كنت أروح معارض السيارات يعني شوفون السيلزمان اللي زي معنا أنه يعني أنتي مو مفروض تتفرجي على هذا السيارك أنا يعني هذه مولك هذه الرجال لا الآن أنتي مو بتتفرج أنتي بتركب السيارات هذه شكرا شكرا لحين الحمد لله صاروا يعني مجموعة أول الحمد لله يعني أحاول إن شاء الله يا رب يعني نشتغل زيادة في المشاريع ونقدر طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل شغلي الخاص قدرت أني أقرب أكثر من حلمي وقدرت أني أشتري سيارتي الرياضية طبعا أحنا ما أتكلم معاك أنا شريت سيارتي الرياضية قبل أكثر من عشر سنين فذا كل وقت نحن نسوق كان قرار جدا كبير لأنني أنا طلبت من أهلي قلت لهم لو سمحتوا أنا اشتغلت وكونت الحمد لله دخل أفغم منكم بس تعطوني الموافقة والدعم أنه ما عندكم معنى أشتريها حوقفها في الإمارات طبعا أنا الآن تسجلت عندهم كأول كأول سعودية تشتري فرار في سعودية يعني كأول أمرأة تشتري فرار في سعودية أنا الفكرة أني وعطوني هما سبورت كما أول شي قالوا لي أكيد أنا قاعدت تشتغلي وتعبتي قلتم لأ أنا هذا حلمي وأبواكم بس أنكم توافقوا فعلا كان هذا القرار أفضل قرار لأنه بعد مشاريتها وقبل كمان يعني أنا البروسيس نشتريها كمان كان في قبلها مشوار كان في قبلها أني أنا كنت بتابع مثلا الفورميلا ون تعلمت أشي رياضة سيارات من مشاهدتي لهذه السباقات وبعدها قررت بعد ما جدي اللي رح معلمني أول مرة السواقة في المزرعة مستحيل أنساها حسيت نفسي يعني شغف السواقة يعني بدأ عندي وحبيت أني أبدأ أنا ميكا أني أتمكن أكثر في السواقة وأتمكن أكثر في السباقات فبعدها رحنا لما مثلا لقيت نفسي مسافرة مع أهلي في إجازة سواء كنا في الدول المجاورة في الخليج أو في أوروبا أقول لهم ممكن يوم أروح أسدل في الدورة الفلانية فبديت أخذ دورات بديت من اللي هي الكريو كوب ودخلت سباقات اللي هي 2000 ناشنل سي سي وبعدين بديت اللي هو الراديكولز والفورميلا بديت لوين فيلد ريسنج سكول في فرنسا وأخذت الفورميلا فور فهذا المشوار كله ما بدأ يعني الحين هذا بادي من أكثر من 15 سنة قاعد تكلمين بين 15 إلى 20 سنة من زمان لما كنت يعني تاخذي هذه الدورات والتدريب كنت تفكري طيب وبعدين لا كنت أفكر دائماً شيء أحبه أبغى أقرب منه وأتعلمه وكنت دائماً شعوري كيف ألقي طريقة أقرب منه يعني صح هو مو موجود مو متاح كان لي هنا وقتها وقتها الحمد لله اليوم ما حق عنده عذر بس هذاك الوقت مكها متاح بس ما وكان عائق بالنسبة لي أنزل مارنيلو في إيطاليا في مصنع فراري أخذ لي ثلاث أيام دورة عندهم عشان أتمكن في قيادة السيارات فهي ترى الموضوع ما كان سهل ترى فيه معاناة فيه دعم للأهل بالضبط هذا الأساس إيه يعني في يعني كاختصار لهذا كله لازم نقول أنه إذا كان في وجود للشغف والإرادة ولازم تسعين وراء اللي تبغينا طبعاً مع البيئة المحيطة ودعم الأهل والبيئة مثلاً الجامعة كمان دعمتني في البسنس حقي لما يكون عندي كل هذه العوائمل إن شاء الله بإذن الله أكيد رح تنجحين توصلين أكثر مبتقاكي في الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح فالحمد الله يا رب اليوم أنا أعتبر نفسي مهندسة ديكور وشغفة رياضة السيارات والحمد الله من خلال شغفة كمان الحمد الله سار لي دور في السعودية في هذه الرياضة طب يقول فيه طريقة وفلسفة إنك تستمتع بحياتك العملية بحيث إنك تحول شغفك وهوايتك لعملك هل أنت اليوم هذا اللي بتعيشي؟ فعلاً اليوم مو بس أعيش كده أعيش أكثر من كده الحمد لله الحمد لله يا رب اليوم يعني أشياء كثيرة سارتلي في هذه الحياة يعني إذا ما أفكر فيها كلها هدية من ربي كلها هدايا وعطاء من الله سبحانه وتعالى لأن إحنا فعلاً كنا نحب وكنا نسعى وكنا نجتهد وكان لو أحكي لك المعاناة اللي إحنا مرينا فيها ما هو مرة سهل بس ما عمري شفت العائق كنت دائماً أدور على الحلول فإحنا كنا جاهزين يا أنا أنت كلنا غيرنا كلنا عندنا موهبة كلنا كنا جاهزين كلنا بس جاء الوقت المناسب وجاء نقدر نقول الفرصة أو جاء القيادة الرشيدة وقالت لنا تفضلوا أنتم جاهزين راح نشرفكم ونكرمكم أنكم أنتم تقودون هذا المجال اللي أنتم أصلاً أثبتوا نفسكم فيه من قبل وما كان عندنا اعتراض يعني على الوضع كنا يعني متقبلين كل شي ونسعى ونسعى ونحبها ما كان عندنا يعني كنت دائماً يعني أقول ما أحد كان يعرف عني أنا أسابق أنت كنت تعرفين يعني ما أحد يعرف كل صحباتي دائرة صغيرة اللي هم الأهل الصحبات يعرفون عني من سنين ودائماً مع الفور ميلوان وأحضر فور ميلوان بحرين وأبوظبي وأروح سبا وأروح موناكو وكلهم أصلاً ترى كل المجتمع رياضة السيارات أنا داخلة فيهم من سنين الحلبات الأف وند وهذا اللي خلاني لأني أنا أعرفهم كلهم من قبل ما أحنا أصلاً نسوق في السعودية واسمي موجود يعني في ذاك الوقت بس كشخص هاوية عرفتي كيف صح وما كانت أكثر يعني ما كان لي دور في السعودية بس كان بس هذا كان وقتها يعني هذا اللي كان يعني الإطار اللي موجود والفرص الموجودة وأجمل ما خلقتي أنتي من فرص لنفسك أنه رغم أنه ما كان في شيء على الساحة هذا ما كان عائق بالنسبة لك ببضب يعني لأنه نفتحنا الأبواب أنا ولا أنت ولا غيرنا فتحنا الأبواب هذا الإنجاز بحد ذاتي صح أنا اليوم مو يعني أقدر أقول لك أنا سائقة سباقات محترفة وكل يوم يأصحى من اليوم إلى ما أنام بالحلبة وأسابق لا أنا مهندس الدكور بس مجرد أني أنا فتحت هذا الباب اللي هو ما كان موجود يعني أنا أول سائقة سعودية كانت تسابق في المحافلة الدولية أول سائقة سعودية جابت رخصتها من البلد الفلانية ورخصة السباقات أنا اليوم عندي رخصة سباقات قبل ما كان عندي رخصة قيادة كان مرة غريبة قصتي حتى ما كنت في مرينال ويقولون لي أتعلم كنت باركين وكذا يقولون لي هل ت確認 كيف تسابق فتخيلي أنا قادة أأخذ رخص شهادات سباقات من العالم وأنا أصلا مو مرة متمكنة من قيادة الشوارع القيادة الطبيعية بس هذا الشغفك اللي كان بيقودك بضط فكان يعني فالحمد الله أنا ما جبت مثلا رخصة في العادة في شيء اسمه وفي عندك وفي شيء اسمه سي دي وكذا يعني لفلز أنا على طول بدأت ما بدأت حتى كارتينغ بدأت على طول انترناشنال كارتينغ هذا خليلنا يلا جيبي رخصة من البحرين وسجلي وسكن في البحرين وجيبي سيارة الوح سعودية وانشور يعني ترى إحنا مرة يعني كان سلوشن مسهل بس قدرنا نلاقي حلو الحمد للفضل الله يعني اليوم أنا اعتبر أول سائقة سباقات سعودية سابقت في الحلبات الدولية وأول سائقة للفورمي وون في العالم العربي الحمد لله والسعودية ايه الحمد لله فضل الله يعني هذا اللي وصلت الله بس تحقاق حمد لله الحمد لله سو انتي تحب السيارات من الصغر كنت تلعبي بسيارات أخوكي حتى مو بألعابك تعلمتي القيادة بعمر 13 سنة في مزرعة جدك الله يرحمه سفرتي حول العالم اللي تعلم القيادة في مضمار السباق أيام الأحد ما كنت ترتبطي بشي عشان عشان تفرج على سباقات فورميلا وون تمر الأيام ويجي يوم 24 جون 2018 هو يوم تاريخي بالنسبة لنا احنا كالسعوديات وللوطن وكان يوم مختلف لأسيل تاريخ لا ينسى بالنسبة لها من فرنسا عنوين الأخبار أسيل الحمد في لفة احتفالية استعراضية في سباق جائزة فرنسا الكبرى للفورميلا ون كأول سعودية عربية تقود سيارة فورميلا ون تزامنا مع تطبيق قرار قيادة المرأة في السعودية خلينا نرجع لهذا التاريخ معظمنا احتفلنا يعني حتى لما تعرفت سوق ساقت في حارة البيت صحة كان يوم مو عادي مستحيل لنسى كلنا أما بالنسبة لي أسيل ممكن نقول أن حلمك يومتها كان بيتحقق على مستوى عالمي يعني الطموح عندك كان عالي واللحظة اللي أنتي حضيتي فيها بأعظم فرصة أنا هذا اليوم أبو أعرف إيش كان شعورك إحساسك مشاعرك حماسك وأنتي فرنسا يعني لأول مرة كعربية والسعودية تقودي سيارة الفورميلا احتفالا بقرار قيادة المرأة السعودية للسيارة أصلا أنت تسألين سؤال يعني صراحة يعني رجعت استرجعت كل المشاعر صراحة أنت قلتي لي وصلتي لحلمك الصراحة الجوابي لك ترا هو فوق الحلم الله أنا حتى بالأحلام ما تخيل تيجي هذا اليوم يا الله جميل جدا إنتي ما تفكري فيها ترى عدد النساء اللي حصلت لهم الفرصة وقادوا سيارة الفورميلا وين ترى عالميا أنا ما قدر أعدنا بس يعني إننا عد على الأصابع إذا كنا يمكن خمسة نساء عالميا أو بهذه الحدود يعني ما عندي العدد بالضبط فأنتي لما إحنا أنا كنا مشاهدة لسيارات الفورميلا وين من بعد ترى إحنا ما نحضر الفورميلا لا أعرف إذا إنتي حضرت في جدة أو لا حتى ما تقدري وتسوقينها يعني هذا حتى يعني إنتي حتى بيوند دريم صراحة اللي صار تشرفت وكان يعني الحمد لله أو شي هذا كمان فضل من الله وهذا زي ما قلت لك ربي يحبنا ودايما يكتب لنا الأشياء لأنه على نيتنا يعني كل هذه الأشياء إحنا يعني نيتنا وسعينا وتعبنا والحمد لله هذه هي مكافأات مكافأات صحيح من الله سبحانه وتعالى وطبعا ثم أشكر كمان فريق فورميلا ون رينو لأنهم هما لو ما بادروا ودعوني هما كلمواني هما كلمواني إحنا حابين نعرض عليك هذه الفرصة بما أن عودة اللي هي قالوا اللي هو جائزة فورميلا ون في فرنسا بيصادف نفس يوم تفعيل قيادة المرأة اللي هو 24 جون فبما أن بالصدفة رح يكون نفس اليوم وكانوا احتفالا سوى وإحنا عشان رينو عشان هما هما براند فرنسي أصلا حنعمل إحنا بريد اللي هو يعني مسيرة احتفالية وحندخل فيها سيارات الكلاسيك والأف وونز وهادة الأشياء ايش رأيك انت بما أن عندك خبرة في قيادة السيارات وخبرة في الرياضة وانتي أصلا جاية لأنا وينفيلد سكول نفسها اللي في الحلبة لوكاس تولي في فرنسا وينفيلد سكول أصلا أنا مدربة فيه ومسابك كنت في فورميلة 4 كتجوري فأصلا هم عارفيني وعارفين إمكانياتي وكنت أصلا مجربة معهم كتجربة فورميلة 1 السيارة يعني جربتها كتجربة دورة بس ما كان عساس هذا المشروع مجربتها يعني تعليميا سبحان الله كان تحضير لك سبحان الله كل تحضير كان أصلا زيارة للمدرسة مع رحلة للمصنع كان دورة تعليمية فهم قالوا لي بما أنك أصلا أنت متمكنة من قيادتها وعندك خبرة في فورميلة 4 نحن نريد أن ندعيك ندري أن يوم مهم بالنسبة لك وندري أنك أنت حابت شاركينا مع السعوديات كلهم أن تبغي تسوقي في الرياض بسينا نستأذنك أنك تجين لفرنسا وتسوقين السيارة وكلفة استعراضية طبعا أنت تفكرين فيها يعني قاعد تكلمين على الجمهور حوالي 80 ألف شخص كان حاضر والأف ون يوجد يعني النمبر أفريت حقهم في التلفزيونات تكلمين على فوق 2 بليون شخص يتفرج على فورميلة 1 عالمين على شاشات التلفزيون صحي فبالنسبة لي لما قالوا لي كتر من شعور لي حتى في الخيال حتى في الخيال وانا في الخيال أني هذا اليوم يجيني فطبعا وافقت لأن أنا بالنسبة لي لحظة زي كده هي هذه لحظة جدا مهمة مو بس ليا كأسيل أنا ليا وللنساء حول العالم وللسعودية فما تتخيلي كيف كان شعور لما أرجع الحين أبغى أحكي لك الشعور أنا وجالسة كده في السيارة وخاص حنطلق بعد شوي صح قلتلك أنا أنا اتدربت عليها قبل كده تدريب شي حقتي هذه كانت ليا فكانت تماما هذه مشاعر من ناحية شخصيا هذه بعد ما خلصت اللاب نزلت دمعت من السعادة لأنه مني مصدقة إنما أقول أنا سك ولا أدعى كمان يعني شي وسود السيارة كمان يعني حرك أوه حرك مشاعري فهذه المشاعر كانت مشاعر خاصة لي لأول مرة يعني كتجربة ثاني مرة لا هذه كانت غير هذه كانت سعادة على حماس على شعور فخر أني أنا سعودية وبمثل بلدي والآن قاعدة يعني أقوم برسالة أني أحتفل في قيادة تفعيل قيادة المرأة وأقول للعالم ترى إحنا جاهزين من زمان إحنا موتونا لحين حنتعلم سواقة إحنا متمكنات وبنسوق أسرع سيارة وأقوى سيارة هذه كانت رسالة هذه كانت للعالم يعني ما كنا بنفهم أن ترى إحنا متأخرين لا إحنا جاهزين إحنا جاهزين وأنا قاعدة سوق والفرص يعني خلقت لنا باستحقاق بالضبط يعني كنت أبغى بيين تمكيننا إحنا كسعوديات وكانت لحظة يعني تاريخية لكل الشعب السعودي الشباب والبنات وكان كنت حسف مسؤولية تداء كل النساء في العالم لأن إحنا يعني لو غلطنا غلطة حتى نحسب علينا يعني غير مو أسيل غلطة كل الحريم ما يرى من سقون فكنت المرة هذه كنت مخرطتها أكثر في حذر أنه لا تقعدي تسرعي بزيادة لا يعني سوقي سوي الرسالة وانتي الحين يعني هذا فيه رسالة الحمد لله يعني أشرف للبلد فالحمد لله كانت يعني ما هي بأول ولا آخر مرة سكت الفورميلا ون وجدا جدا يعني سعيدة كانت لحظة تاريخية كانت بالعالم لقت إيجابية جدا عالية كنت حديث العالم الحمد لله يعني تزامنا مع يعني قرار تفعيل قيادة المرأة انتي خبر قيادتك السعودية العربية الأولى تقود سيارة فورميلا ون كنت حديث العالم كل فخر الحمد لله يومها تساهلي أسيل والقادم أجمل بإذن الله نرجع للمرات التي ذكرتها مرتين انتي سكت الفورميلا ون في فرنسا لكن المرة الثالثة هذه عزيزة علي واضح هذه غير لأنها كانت فين في الرياض بالضبط كانت الحمد لله في مدينتي في الرياض في بلدي يعني كان شعور مشرف بشكل ما تتخيلينا طبعا أصلا أول مرة تقاد سيارة فورميلا ون في شوارع الرياض الحمد لله كانت بقيادتي أنا وكمان ساعر في السائق آبي آبي هي ساقة بريطانية منضمة لبرنامج اللي هو للشباب من فريق ألبين اللي هو كان في السابق هو رينو فالنفس المبادرة كانت جدا رائعة لأنه طبعا هو أول شيء لا ننسى كانت هي بدعم الهيئة العامة للسياحة وتحت شعار اللي هو روح السعودية اللي هو فزيت ساودي فكان مع دعمهم كان حابين أننا نروج مثلا جمال السعودية أننا بنزور خلال قيادتنا لسيارة الفورميلا ون مناطق مختلفة بالرياض مثلا رحنا حابين كمان نبين يعني عراقة السعودية وكيف هي مدينة أصيلة بينا اللي هي الدرعية وجمال الدرعية وكيف أنها هي فيها مباني من اليونسكو وبعدين توجهنا ورحنا إلى مركز الملكة عبدالله الاقتصادي وشفنا فيها وكنت أنا ولا تفرج أنا متحمسة معاك واضح أنت معنا إن شاء الله بكل السباقات إن شاء الله أبغى أدعيك أن تأتي معنا تركبين إن شاء الله جنبي ونسوك إن شاء الله بالحلوات واضح أشوف الشغف بعيونك فالحمد الله كانت رسالة جدا رائعة وكمان نشكر فيها دائما نشكر يعني كل القياد الرشيد اللي دعمهم المستمر لرسالة المرأة والحضور المرأة بالرياضة وكل الأشياء الجميلة قاعد نشوفها الحمد لله الحمد لله على سيرة المرأة في رياضة سباق السيارات وأنا أبحث طبعا يعني قاعدة جهز للقاءنا كان العنوان أنه من 40 سنة ما شاركت امرأة في أي سباق للفورميلا ون لكن كان في خبر على الـ CNN من أسبوعين تقريبا فورميلا إيكل الهدلاين داخل الهدلاين لتأسيس 50% 50% F1 طبعا هي شركة تأسست في 2018 وكان هدفها إن يتم تأسيس هذا الفريق اللي 50% نساء و50% رجال لأول مرة أنت كأسيل هل بالنسبة لك لقب أول سيدة عربية سعودية تقود الفورميلا أو تشارك في سباق فورميلا هذا لقب تسعين إليه أو لا صراحة أتمنى بس أنا اليوم لا يعني قاعدة أشوف لازم الحين إحنا نبدأ في الجيل الجديد نسعى لهم لأن ترى مشوار عشان تصلين تكونين الفورميلا وين وتنافسين هذا الجبل ترى تحتاج تأسسي مرة كبيرة من ناحية حضور حضور النساء عالميا عشان نقدر يصير عندنا إكواليتي هو مو موضوع أن المرأة مو قادرة أنها تنافس لا هذا أبدا مو كده بس حضور المرأة في رياضة سيارة أصلا مو مرة عالية بس أنت قلتي لي أنه من أربعين سنة ما في مشاركة ودي أصليح لك بس لكم حاجة لأنه أنت المختصة أيه لا معلومتك صح بس أبغى أضيف عليها تفضلي الفكرة أنه فيه كان فيه كم اسم نساء في العالم وقدر يوصلون للفورميلا وين يعني فيه واحدة إسبانية كمان كانت بتنافس فيه عندنا سوزي وولف كانت سائقة احتياط لفترة طويلة اللي هي سارت بعدها تين فرنسيبل لفريق في الفورميلا إي زودة توتو وولف إذا تعرفين اللي هو مدير فريق السباق في مرسيدس الفكرة اللي بقولها حتى فيه عندنا تاتيانا كالديرون مكسيكية يس آه ما شاء الله كويس يعني فيه ثقافة ما شاء الله عليك تاتيانا ما شاء الله كمان تعتبر من السفيرات عندنا في رياضة السيارات عالميا تاتيانا ما شاء الله الان وصلت للفورميلا تو وقعت نافس كل الشباب فهي هذا الدليل إذا تاتيانا إن شاء الله كمان اشتغلت على نفسها وتاعت إن شاء الله بإذن الله رح نشوفها قريبا في مقعد الفورميلا ون جميل بس المشكلة الإعلام مو مرة قاعد ينتبه لهذا الشيء أنا شكرا أنا دوري دورك في الاتحاد دوري دور كل نساء اللي في رياضة السيارات إننا إحنا نبدأ نقول إنه ترى لا في وجود لهم وترى فيه كان أكثر من مرة بطلة في مثلا بطولات مثلا الرالي عندنا يوتا شمايخر عندنا مثلا عندنا ميشيل موتون فازوا بطولة كاملة في الراليات يعني ضد كل النساء والرجال ففي عندنا كم اسم يعني صدق أبرز بس إحنا أرجع موضوع سؤالك اللي هو مرة عجبني صراحة مشاء الله هذا دليل إنك كي I do my homework ما شاء الله في الأخبار صراحة هذه الإنشيتيف مو أول إنشيتيف لأن في عندنا إنشيتيف ثاني كمان سايرة حلوة اللي هو Extreme Eid أنت سامع عنه في اليوم بضبط نفس يعني صاحب الشركة اللي هو صاحب شركة Formula E يعمل على Formula E طبعا زي ما تتعرف Formula E هي سيارة كهربائية سباقات كهربائية سوى نفس الكونسبت للرالي وعمل رالي كهربائي سيارات كهربائية طبعا إيش كان الإنشيتيف حقه كمان أنه نفس الشي عمل 50% 50% نساء و50% رجال جميل وسواء المرأة هي سائقة أو ملاح يعني كو بايلت وهذا الدليل يعني دعم للنساء لأنه إحدا ما تفكرين فيها عندما تنرجع سنين ترى حضور المرأة في رياضة السيارات كان مرة مو كويس كان صورتها أبدا مو كويسة بعيدة جدا إيه كان يحطونها تمسك الساينج جنب السيارة وتصور فيها صورة وخلاص هذا هو حضور المرأة في رياضة السيارات وكان جدا مسيء لصورة المرأة فالحمد لله اليوم من الاتحاد الدولي صار فيه يعني تقدري تقولي رياضة للمرأة وصار فيه مبادرات زي كذا اللي هي تعتبر فيها يعني اللي هي جندر إكواليتي عشان المساواة بين العنصرين جنسين ايه بين الجنسين صار بالنسبة لنا يعني هذه المبادرات جدا رائعة لأننا احنا متأكد أنه فيه بنات صغار هم ما يعرفون هذا أصلا مجال لهم فأنتي لما تجيب تحطي خمسين بالمئة نساء وخمسين بالمئة وهذا الجيل الجديد بكرة إذا نمى وكبر وشاف فيه سائقة ولا ملاحة وهذا اللي هيعتاد عليه ويكون ما فيه مستحيل بالضبط فبالعكس شكرا لهم أنهم قادرين يعطوا هذه الفرصة هم مستحقات النساء بس إحنا نبغى نزيد في الهرم وإن شاء الله بإذن الله راح نشوف حضور أكبر إن شاء الله للنساء إن شاء الله وانتي من خلال منصبك أسيل كعضو مجلس إدارة في الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية وممثلة المملكة في اللجنة النسائية لرياضة السيارات في الاتحاد الدولي للسيارات لكل فتاة وسيدة تسمعنا وتشاهدنا اليوم ومهتمة في عالم سباق السيارات حابة إنها تتعلم تتدرب تتأهل تحترف أيضا كيف تبدأ ومن وين تبدأ أول شي ترفت أني أكون أنا عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات وشرف كبير بالنسبة لي وكمان أتشرفت كمان أني أكون أمثل المملكة العربية السعودية في لجنة رياضة السيارات للنساء في الاتحاد الدولي الحمد لله يا رب هو شرف برا كبير والحمد لله من 2017 وأنا في المجلس بالنسبة لي طبعا إحنا نقدر نقول اليوم صار عندنا كل الدعم للمرأة وصار عندنا حضور جدا كبير للمرأة في الرياضة وشفنا إحنا كيف عهدها بدأ من 2000 من بعد إطلاق الرؤية الرؤية اللي هي لمست حياتي وحياتي وحياتي كلنا فيعني لا ننسى أول شيء موضوع كيف الرؤية لها يعني نقدر نقول هي خارطة الطريق اللي كلنا بدأنا كلنا كنا جاهزين كلنا كان عندنا استعداد كلنا كنا موهبين بس لو لا وجود الخطة هذه اللي هي العملاقة لتوجه المملكة العربية السعودية كلنا ما كنا موجودين لأنه إذا نريد أن نتكلم قبل ما أنا أصلا كنت في الاتحاد أول شخص تعين لا ننساها طبعا لها الفضل الأكبر علينا كلنا الأميرة ريمة بتبندر بن سلطان هي أول وهي قدوتنا يعني صراحة لأني أنا صراحة تبهرني أنها ما شاء الله نجحت في العالم التجاري ونجحت في العالم الرياضي والديبلوماسي فبالنسبة لي هي قدوة بالنسبة لي لنا جميعا فإن شاء الله يا ربي يعني نحذ خطاها فلا ننسى فبعدها إحنا نضميني فكان في خيار اختيار ل يعني مجموعة من النساء السعوديات منهم كان أنا في رياضة سيارات وكان مثلا أذكر أذكر شعوري أول ما قابلتها طبعا قالت لي أهلين أسيل كيف قلت لي أنت تحفي سيارات قلت لي ما تخافي من السرعة لا لا سؤال وجي تسرعي فكانت هي يعني مرة سعيدة وفخورة أنه لقيت الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب صار صار لنا كنا مجموعة بنات سعوديات تم تعييننا كأعضاء مجلس إدارة في الاتحادات ما أنسا كنا في الطاولة وأذكر أشوف كنتون جداد أشفت أضوى العريفي اللي اليوم هي سارت هي اليوم وكيل بوزارة الرياضة كانت نفس الشي قصتها زي كانت تحب الكورة وعندها قصة مع الكورة وهي الآن يعني ماسك ملف رياضة السيداء بضبط كانت هي زي وكرة القدم النسائية مجلس إدارة الاتحاد الكورة وبعدها صار لمية شخصية ملهمة وبالضبط وبعد أن هي ما شقت طريقها في وزارة الرياضة إلا لأنها تحب كورة نفس الشي كان في نفس الطاولة كان فيه الأميرة هيفا بنت محمد اللي هي اليوم نائب وزير السياحة طبعا هيفا نفس الشي ما شاء الله كلنا نجي من نفس الباكراند كنا جالسين في الطاولة وكلنا نحكي كأننا إحنا زي بعض وتشرفنا أنه يعني أنه عطونا يعني القيادة الرشيدة عطتنا هذه الفرصة لأننا نمسك ملف إحنا من أول عندنا شغف فيه وعندنا حب وجهزين وقالوا لنا كل اللي كان نفسكم تحلمون فيه يتحقق لكم يلا تفضلوا الحين الملف معكم أنتوا سووا كل شي للبنات هذا الجيل فأنا بالنسبة لي يعني يعطوني شي مسؤولية مسؤولية وحلم ومن قلبي قاعد أعطي لي لأنه اليوم أنا وجودي يعني في عضوية مجلس الإدارة الاتحاد أنا دوري زي باقي الأعضاء كلنا يعني نشتغل على استراتيجية الاتحاد والملفات الاتحاد وعلى السياسات والسراتيجيات كل شيء كل شيء يعني قد نشتغل كلنا نفس الشي واللي هو القوانين اللي هو نتبع طبعا الاتحاد الدولي للسيارات فبالنسبة لي إحنا كلنا نشتغل نفس الشي بس في شيء واحد أنا يعني شوية غيرهم أن أنا مرأة فأنا أمثل يعني المرأة وأنا صوتها فأنا حسة في المتسابقات وأعرف شعورنا إحنا دائما نسابق ودائما يعني عرفتي اللي محاطين صح في يعني في الرجال وأعرف إش احتياجاتنا ودركين صغائر الأمور اللي تعمل فرق كبير فأنتي سألتيني قلتي لي اللي قاعدة تشوفك الحين كيف إيش هتحكي لها وين وكيف تبدأ أنا بالنسبة لي بقول لك إحنا كلنا يعني تقريبا حتى الشباب على فكرة يعني حتى الأمير عبد العزيز الوزير الرياضة أمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أمير السعود أخوه بن تركي الفيصل يزيد الراشح نيمت يعني حتى الشباب ترى هما نفس نفسنا يعني في البداية وحتى عالميا في البداية الرياضة السيارات شوي صعبة لازم في البداية تثبتين أنت يعني موهبتك وبعدين سيبدو يجونك الرعاة وغيرها ففي البداية شوية فيه يحتاج دعم الأهل ويحتاج مثلا البيئة المحيطة أنهم هما يدعمونك عشان بس تثبتين الموهبة وبعدها إن شاء الله يبدأ الطريق إن شاء الله يفتح فالحمد الله من أول ما نضمينا أول ما أنا نضميت في الاتحاد نستطيع أن تقول آخر خمسة سنين من ألفين 18 إذا ما نغلطانا إلى الآن الحمد لله الاتحاد أصدر 217 رخصة سباقات للنساء كل فخر وكمان أصدر 91 عضوية فهذا دليل التوتل عندنا 218 رخصة وعضوية هذا عدد مرة كبير ومرة أفخر وأظن أنها قابل للزيادة طبعا طبعا ودي أقول لهم كمان ترى أصلا حضور رياضة سيارات حضور المرأة برياضة سيارات أصلا عالميا مرة قليل نحن اليوم وجود البنات اللي موجودين الحين لأنه مرة أفتخر فيهم ترى مرة كبيرة صح تبهم الحين بدأوا يعني ترى أغلبهم بدأوا يعني خلال السنتين إلى خمس سنين الماضية إذا كان فيه عندهم فيه كم شخص مثلا بدأ مثلا بدأ يعني من جهود خاص بس الأغلب بدأ يعني بعد قرار القيادة أنا بالنسبة لي قد أقول لهم ألف مبروك اللي أنتم وصلتوا اليوم مو عادي لأن فترة جدا قياسية اسمكم صار موجود على خارطة خارطة رياضة السيارات هذه فترة فترة ذهبية بالضبط فإحنا والله مو شيء يعني أنا ما أعرف إذا إذا أنا انذكرت لك ولا لا يعني إحنا في لجنة رياضة السيارات في الاتحاد الدولي إحنا تقريبا حوالي فوق ثلاثين عضو وكل شخص مننا يمثل يعني دولته فمرة أفتخر لما يديني أنا الدور كممثلة المملكة العربية السعودية وجنبي فرنسا وبريطانيا وأمريكا يعني كل أفريقي كل الدول الثانية فلما يجي الدور عندي يقولون لرئيسة الاتحاد سوريا رئيسة اللجنة النسائية تقول لي أسيل قليلنا إيش أخبار رياضة سيارات للنساء عندكم في السعودية لما يجي الدور عندي إيه أنا مرة أكون فخورة لأنه مرة عندي إنجازات كثيرة في استعراض بحقائق استعراض إيش البلد على أرض الواقع أقول لهم السعودية استضافت فورميلا 1 السعودية استضافت داكار السعودية استضافت تون الحين كل كورتر عندي أبديت اليوم دانيا فازت هنا اليوم ريمة فتحققت هذه النتيجة اليوم مشاعل يعني عرفتي شعور اللي مرة فخورة في إنجازات طبعا أشكر كل القيادة الرشيدة وأشكر كل القائمين على هذه اللي هي المشاريع الضخمة كمشاريع الرياضية وأشكر كمان الجهود الشخصية من سواء الفتيات أو اللي هم الرياضيين وأشكر كمان كل كل شخص يعني حتى الرعاء اللي ساعدوا يعني من بينها مثلا توني قريب الشهر الماضي احتفلنا في رالي نسائي في 82 امرأة حول العالم من 25 دولة هذا رالي رالي جميل فأنا وقتها أقول أشكر اللي هم الرعاء تويوتا اللي هم قاموا فيها في هذه المبادرة في الفكرة اللي بغو أصلك إياها هذه جهود يعني متكاملة من من قيادة من الوزارة من الأشخاص نفسهم من الشركات الخاصة من الرعاء فهي يعني فضل لهم كلهم وأنا بس صوتهم فوجودي هناك لما يجي الدور وأعطي أبديت حقتنا يعني يروح الأبديت مثلا عن بريطانيا بريطانيا مو شي سهل لما يروح بريطانيا وأمريكا كذا مختصر وأنا لست طويلة صدق صدق يعني أفخر 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 هذا الإنجاز هذه لحظات أنت محظوظة فيها وموجودة في المكان هذا لأنك تستحقي أنا بس أمثلها أنا بس صوتهم وهذه كلها إنجازات يعني إنجازات غيرك وإنجازات يعني يعني تشعر بالنجاح الجماعي زي ما يقولون المنظومة قوية فعلا تقدر يتحقق فيها طموحات المملكة فيما يخص القطاع الرياضي والمشاركة النسائية في الرياضات المختلفة طبعا على السيرة اليوم السعودية أرض الأحداث والبطولات العالمية ومستقبل الرياضة صرح الأمير خالد بن سلطان عبدالفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بأن السعودية تتطلع الاستضافة سباقين سنويا ضمن بطولة العالم اللي هي سباقات فورميلا ون وهذا قد يحدث في المستقبل القريب طبعا في منافسات جائزة السعودية الكبرى للفورميلا ون اللي كانت في حالبة جدة الشهر الماضي أنت كنت موجودة في مضمار السباق مستمتع بصوت المحركات على الآخر ملعبي بالضبط وتلمعين في هذا الملعب إن شاء الله أنت التقيت بالمتسابقين بمسؤولين برياضيين من حول العالم إيش ردت فعلهم لما يعني يحضروا ويشوفوا وأنت تسأليهم عن رأيهم في كل ما يحدث في القطاع الرياضي في السعودية أبغى كذا يعني كلمات جمل تقال لك تشعرك أنت كالسعودية بفخر كبير صراحة شكرا على سؤالك لأنا أحس فخر في هذه اللحظة لما نجي نشوف كل الشركات والمنظمين وأفريقة الفورميلوان وغيرهم والمسؤولين الكبار كيف يجون عندي يقولون لي واو thank you for the hospitality thank you amazing organization لما يعني يشكروا في التنظيم والمستوى اللي هو تبقى تكلمي على حتى عدد الحضور ترى مو عادي احنا نتكلم ترى مرة مرة كبير حتى حجم الفعالية مرة أكبر يشهد به العالم ترى فدائما هم يشكرون على هذه الأشياء ويشكرون على المستوى ويشكرون حتى على الهسبتالة اللي عندنا والضيافة وحتى معجبين جدا في الكولتشر عندنا يعني ثقافتنا السعودية وهذا الحلف الموضوع أننا مرة مهم أنهم يزورونا ويشسون والهويتنا والسعودية والثقافتنا فدائما يشكرون طبعا أنا بالنسبة لي ما أفكر بيني وبين نفسي أقول الحين هم من بهرين من حلبة جدة اللي هي كرنيش جدة اللي سواها الوزارة خلال ثمانية شهود وقت خياسي وهذا يعتبر يعني تعتبر هذه حلبة يعني مؤقتة إلى ما حلبتنا تكون جاهزة في القدية فهذا كله هم من بهرين فيه في بكرة إذا سوان القدية إيش حكرا نتفعلهم بالطبس إيش حيقولوا القدية يعني عشرين سستة وعشرين فأعتقد يمكن في هذا الوقت يمكن وقتها حيكون عند الاستطافتين ما أعرف أنا حين قادة أقولك يمكن أنا مو متأكدة من خبر ولا متأكدة والخبر يقول إنه في القريب يعني لو أناك حسبناه يمكن القريب الأبع في الجاية يمكن ما أعرف أنا أتوقع هذا معلومة توقعي شخصي بس شفت صراحة حصل لي الفرصة أن تم دعوتي من شركة القدية والروني وخططات والتليدي الحلبة شي رائع شي رائع يعني أبعد من خيالك لممكن تتخيلينه وصراحة أكثر شي مفتوطة أنه هنا جمنا في الرياض فمتحمسة أبدأ إن شاء الله أسوق في الحلبة وأجرب الشعور توقع هذه ومثل أنا دفلت لي أكون معك دزني لعن حقاتنا الجديدة أكون شبه عايشة فيها كل ويك أنت لا مرة متحمسة إن شاء الله بالعكس يعني مشروع فخر كبير للبلد ومتحمسة مرة مرة أشوف النتيجة إن شاء الله إن شاء الله ونكون سوا وقتها مع بعض الذكر اللي خاء هذا إن شاء الله إن شاء الله السؤالي لكي وهنا أشوف أنه أسيل تملأ فراغ تملأ فراغ فيما يخص القدوة في مجال سباق السيارات إيش تموحك في هذا العالم والعوالم الأخرى اللي أنت بديتي فيها من سنوات طويلة سواء الهندسة والتصميم وريادة الأعمال والرياضة بشكل عام صراحة أحب شكرا على السؤال هذا لأنه خلتيني أفكر بأكثر من شي صراحة طموحي لما رجنا تفكر بشغلك بالتصميم الداخلي طموحي مرة كبير يعني أبغى أسعى أني أنمي شركتي وأكبر فريقي ويصير عندي فريق يعني أقوى ورائد عشان يهمني مرة صراحة أني أبغى أنافس الشركات اللي هي المحلية ودوليا أتمنى أني أقدر أوصل ويكون اسم شركتي مربوط في اسم المشاريع الكبيرة الضخمة اللي قاعدين نشوفها إن شاء الله في هذه الدولة اللي هي تحت رؤية المملكة عشرين ثلاثين مرة أتمنى صراحة يعني شرف بيكون كبير لي أني أشتغل مع كل الناس اللي خلف هذه المشاريع الرائعة لأن تكتكلمين عمل عظيم ومشاريع أملاقة وجهود كبيرة بس أني أتمنى عشان بما أني يعني من السعودية وطأو يعني شابة سعودية أتمنى أن يكون لي كمان يعني بصمة في هذه المشاريع اللي هي السعودية إن شاء الله بإذن الله يكون لي هذا الفرصة وأشارك فيها طبعا غير كذا أطمح إن شاء الله يا رب هذه السنة أن نرجع نفوز من جديد في جائزة جوائز كما مجائزة جوائز إن شاء الله في التصميم اللي هي زي ما فزنا في الانترناشنل بروبرتي أورد رح نقدم إن شاء الله هذه السنة وحقدم على غيرها فكثير يهم إن شاء الله نكون إحنا اللي هما نقدر أقول الشركة اللي هي الرائدة والمنافسة للشركات العالمية هذا بالناحية التصميم الداخلي من ناحية الدوري الثاني أطمح يعني بما أني أنا مرة أحب الوطن وعندي شغف كبير أطمح واضح بكلامك وعطائك إن شاء الله أطمح أني أكون جزء من اللي هم الأصحاب القرار والقيادة في القطاع الرياضي اللي هو أنا أشوف أن القطاع الرياضي أو قطاع السيارات هي نقطة انطلاقي أقدر أشوف نفسي لسه أكثر من كذا إن شاء الله يعني إن شاء الله يوم الأيام مجلس الشهورة ما عرف يعني نفسي نفسي نوصل يعني يكون لي صوت ويكون لي دور ويكون في دور هذا أكثر تمكين للمرأة فما عندي أي مانع بالعكس إذا جتني فرص مثلا في مجالس إدارة أخرى أو لجنات أو أي شيء يخدم فيه الوطن وأنا أقدر من خبرتي خبراتي المختلفة أقدر أنا كمان أمثل فيه الوطن وأقدر يعني أعطي رد العطاء لهذا الوطن الغالي بالعكس أتمنى أن يكون لي هذا الدور طبعا سألتيني آخر سؤال اللي هو الشخصيا أنا إيش يستهويني ذي ما قلت لك أنا مرة أحب الوطن وعندي شيء خاص كمان أحب أحب التعليم وأحب الشباب يعني عندي شغف وحب وهذا اجتمع ترى في يعني عملك عضو مجلس إدارة الحمد لله فأحب أني أعطي للشباب وأحب أني أشجعهم أنمي موهبتهم وهذا السبب يعني أنا اليوم موجودة هنا موجودة أروح دائما مثلا أحضر باقي الأماكن مثلا أسافر كثير وأحضر كمتحدثة آخر مرة في نوفمبر مثلا رحت في فرنسا في وومنز فورم اللي هو المنتدى للنسائي أتكلم فيه عن تجربتي ورياتي في عالم رياضة السيارات منها عشان أستلهم باقي النساء أنهم يعني يكون عندهم شغف وينطلقوا وينطلقوا في مسيراتهم بالضبط وإن شاء الله قريبا كمان أكدت حضوري إن شاء الله مع أرامكو لأتحدث مع طلاب اللي هم الفورميلا وين في المدارس اللي هي فيه برنامج عالمي اسمه فورميلا وون ان سكول فيهمني F1 ان سكول فيهمني أني أبدأ أحكي مع الطلاب اللي هم طلاب الصغار طلاب مدارس أبدأ أشجعهم اللي هم يعتبروا رياضة السيارات كمستقبل لهم وإن شاء الله نشوفهم مهندسين في أكبر الفرق إن شاء الله في فورميلا وين فبالنسبة لي هذا جدا يستهوين على الصعيد الشخصي وأتمنى أني أعطي كمان أكثر إن شاء الله إن شاء الله تحقي كل ما تطمحين شكرا وانتي كمان الله يسلم نختم معاك يا سيل تحتفل ماستر كارد بمرور 25 عاما على إطلاق بريسلس وهي تهدف أصلا في الأساس إنها تربط الناس بشغفهم ومنحهم لحظات لا تقدر بثمن الآن السؤال لك ما هو الشيء الذي لا يقدر بثمن يا سيل مرة صعب السؤال مرة صعب صراحة أشياء كثيرة يعني أهمها أولها أنت تسألين السؤال صراحة لازم الواحد دائما يدلس مع نفس ويستشعر النعم لأننا مع الحياة الجديدة والسرعة السرعة اللي كلنا نحن فيها صراحة مهم لنا أن كلنا دائما ندلس مع نفسنا ونستشعر النعم اللي إحنا يمكن صار بالنسبة لنا يتعود عليها صحيح فلازم الحمد لله نشكر الله على نعمة الوالدين نشكر على نعمة رضا الوالدين نشكر نعمة الأصدقاء وأخلاصهم لنا الصحة والعافية راحة البال الأمن والأمان والأمن والأمان الحمد لله اللي هو البركة في العمل البركة في الوقت ترى الوقت صار يعني شيء جدا ثمين التوفيق من الله محبة الله ومحبة الناس ترى هذه أشياء كلها يعني لا تقدر بثمان كل حواستنا ما عرف صراحة لما نريد أن نتكلم فيها أنا وياكي وجوديتنا في الحياة ما عرف أشياء مرة كثيرة بس صراحة يعني شكرا لسؤالك هذه الرسالة لنا كلنا أننا لازم دائما نجرس نعمل النعكاس كذا تأمل تجلي نعمة علينا وفضلة الحمد لله الحمد لله أشياء كثيرة بحياتنا صارت لنا فما لنا إلا نقول الحمد لله وهذا كلها فضلة الحمد لله على كل نعم أجمل كلمة والله يعني ممكن السؤال هذا خلاني أشوف فيكي يعني ماينسة طريقة تفكير جميلة جدا ممكن الواحد لمن يتسأل هذا السؤال لابد أنه يطلع إجابة له حتى لو بشي بس الشمولية وكيف ذكرتي فيها أشياء مرة كثيرة وفعلا إحنا الواحد لابد أنه دائما ما يخصص هذا الوقت اللي يكون فيه تأمل انعكاس تجلي يشوف فيه النعم اللي إحنا غرقانين فيها ونسينا أنه نحمد ربنا عليها شكرا يا أسيل دمتي مخلصة مبدعة طموحة شغوفة ومحبة لعملك وكل التوفيق لك وأنا سعيدة جدا بهذه الفرصة لجمعتنا شكرا كثير على الإصداف وأنا كمانت سعيدة أكثر ألف شكر الله يا صديق شكرا 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 شكرا